موسيقى ديننا هذا كما هو دين الحق والخير هو في الوقت عينه دين الجمال الحق فيه خير وهما جمال وحسن وبهاء فلا جرم أن سمى الله تبارك وتعالى المبرات والأعمال الصالحات بالحسنات والحسن هو الشيء البهي الجميل ولذلك النفوس الربانية والأرواح الماجدة لا ترى جمالا أجمل ولا بهاء أبهى وأضوى من بهاء الخلق الحسن وسل نفسك كل نفس طبيعية سوية غير ملتاثة إخواني وأخواتي لو أقبلت على نفسها بالسؤال والمقارنة أيهما أجمل وأبهى وأجل وأرقى شخص حسن التقاطيع وسيم المظهر الجثماني على أنه سيء الخلق والعياذ بالله قولا وفعلا ومسلكا وله بذيئة فاحشة سيئة متسلطة رعناء هوجاء ومسالكه كذلك ومسالكه كذلك وشخص آخر لا يتصف جثمانيا أو جسديا بهذا الجمال والبهاء لكن أخلاقه أخلاق الكبار أخلاق السادة أفعاله عموما في عمومها قطعا أن تترى الجمال مع الثاني ويجل في عينك ويعظم وتراه جميلا تراه جميلا شخصا جميلا وتحب أن تراه وتحب أن تستمع إليه ويعود الأول قبيحا في عينك شائها ملتاثا وإنه لكذلك وإنه لكذلك ولذلك الخبيثات للخبيثين الكلمات الخبيثة من أحق بها؟ الخبيث لا ينطق بالخبث إلا خبيث ولا ينطق بالطيب ما القول إلا الطيب القرآن هذا قرآن خبيث حسن المظر على أنه خبيث ملتاث قبيح والعياذ بالله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هؤلاء هم الخبثاء أهل الخبث والخبث والعياذ بالله يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون هؤلاء هم أتباع الشيطان الرجيم والعياذ بالله الذين تقيلوا طريقته ونهجوا نهجه وأخذوا أخذه إبليس كان أول من حرص على الفضيحة وعلى إساحة الفاحشة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الحرص على الفضيحة قلهم أنتما مفضوحان أنتما مفضوحان هو فرح بهذا وإلى اليوم أتباع إبليس والعياذ بالله وأولياؤه حريصون على هذا المعنى حريصون على أن يفتضح الناس على أن يفتضح الآخرون وخاصة خص ما يكون حرصهم أن يفتضح الصالحون الطيبون من الناس يفرحون جدا سنة أبيهم إبليس سنة إمامهم إبليس والعياذ بالله كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما في القرآن حرص على الفضيحة أخواني وخواتي لا نريد أن نطور بالمقدمات فالوقت جد قصير مواقف البشر إزاء سيئات وأخطاء وأغلاط الآخرين كالتالي نستطيع أن نرسم هذه الإسكيمة أو هذه الترسيمة ترسيمة سريعة بعضهم يختلقها حين لا تكون موجودة هذا اسمه في القرآن العظيم البهتان والعياذ بالله وهذه من أخبث النفوس يختلق والعياذ بالله ويشيع عن البراءاء ويلسق بهم وصمة وتهمة هم منها براءاء بالكلية هذا هو الباهت الذي توعده الله في القرآن العظيم وعلى لسان نبيه الكريم بأشد العقوبات والعياذ بالله تبارك وتعالى وأخبث منه وأدخل في باب الالتهاث والاضطراب النفسي والعقلي والمسلكي الذي يفعل هذه القباح وهذه القاذورات كما يقول أسلافهم الصالحهم ما أجملهم كانوا يسمون المعاصي قاذورات وفي المقابل الحسنات الصالحات الجميلات هذا هو الجمال هذا جوهر الجمال المتحالف مع الحق والخير في الدين هذه التربية الدينية الصحيحة على كل حال ماذا قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء الذين يرمون غيرهم بخاذورات أنفسهم ويدعون العصم أنهم معصومون أنهم أهل الطهارة والنقاء والبراءة ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا الله يقول فقد احتمل هذا حبل ثقيل جدا وساء يوم القيامة حملة فقد احتمل بهتانا هذا هو البهتان وإثما مبينا والعياذ بالله تبارك وتعالى هكذا إذن ومنهم من يشيع أغلاط الآخرين على أنه يتزيد فيها يعني يجعم الحبة قبة يجعم الحبة قبة يخطئ الآخر خطأا صغيرا فيضاعف وينفخ فيه سيناريو جديد ما شاء الله هذا دون الأول لكنه آخذ المأخذه في الخبث أيضا والعياذ بالله والقباحة ومنهم من لا يفتري ولا يتزيد على أنه لا يشطر وأقف يترصد كما يترصد إلى القط سائح الجرداني يترصد وداخل على خاصة الآن في هذا العصر على وسائل التواصل الاجتماعي ويعجب جدا بالمقاطع والفيديوهات والبوستات فضيحة فلان فضيحة علام فضيحة فلانة فضيحة حريص على أن يتتبه ثقافة الفضاح هذا يقول لي هذا طبيعي هناك دراسات سيكولوجية كثيرة تؤكد أن هذا شائع في المجتمعات نعم شائع في البشر جميعا وأنا تفهم هذا ونعرف هذه الدراسات أو بعضها وقرأنا وهذا طبع سيء يا إخواني وموجود في البشر إذا بقي وقت ربما نأخذ فيه تحليله النفسي ليس من عندنا حسب قال كبار المحللين لماذا يفعل إنسان هذا لماذا يحرص إنسان على أن يقع وعلى أن يشيع فضائح الآخر لماذا يلتذ ويشعر باللذة والنشوة يتوازن يتوازن حين يشيع فواحش الآخر يشعر أنه يعني ما شاء الله أصبح أكثر ثقلا أكثر ثقة بنفسه هذا الشخص الهش الضعيف الهوائي غير الواثق حقيقة بنفسه وهذه مشكلته المحبط طبعا الفاشل غير المنجز وهذا خلص التحيي النفسي إذا لم يبقى وقت لأن نقول ماذا قال علماء النفس في هذا الباب